لا شك أن هذا الأمر يستلزم حماية خاصة سيما وأن النصوص الدستور الآن في فصل خصص للمحاما في مسلك متحضر لهذا الدستور أنه اعترف بقيمة حق الدفاع في تحقيق العدالة فنفازا لهذه النصوص الدستورية نحن بحاجة إلى نص الآن مطروح البرلمان في حماية المحامي من البلاغات التي تقدم ضده فيما يتعلق بالجرائم التي تمس مهنته أو أثناء المهنة أو بمناسبتها ينسب إليه اتهام فينبغي أن يحصن بأن لا يقبض عليه وأن يجري أمر رفع المذكرة إلى النيابة العامة لبدء إجراءة التحقيق واستدعاء المحامي عبر نقابته للتحقيق معه وليقصد حقه في الدفاع يقصد المحامي حقه في الدفاع باعتبار أنها ضمانة لمن يباشر هذا العمل الخطير هي الخصومة من مخاطر مهنة المحامي ولكل مهنة مخاطرها ومن مخاطر مهنة المحامي أن الخصوم يتعاملونها مع المحامي بلدد وهذا وارد لابد بالنصوص ليس المقصود بها تمييز المحامي وليس المقصود بها اعتباره شخص استثنائي ولكن الطابع الاستثنائي للمهمة التي يؤديها هي التي تجعل هذه النصوص الحمائية ضمانة من ضمانات تحصين لا شك أن هناك مسألة أخرى تستلزم شرع إليها وهو أمره يرتبط بتنقية الجداول أياما كانت بطاقة عضوية نقابة المحامين ليست قاصرة على الذين يباشرون المهنة كانت ضمانات الحماية يمكن أن تتمدد فتشمل من لا يباشر المهنة فكان يقال أنه اللي بيحمل بطاقة عضوية يستفيد من حصانة وهو لا يباشر المحامين أنت تقول أن هذه الحماية مرتبطة بمباشرة المهنة وممارسة المهنة فكيف تطلب لمن لا يمارس المحامين بيشتغل أي شغلات ذلك هل متصور أنه لو المحامين يحمل الذي يعمل بطاقة العضوية وبيقود مركبة للمواصلات هل إذا استوقف في نقطة تفتيش مرورية لاستبيان أمره هل له أن يقول ساعتها أنه لا يجوز القبض علي إذا كنت متلبسا باعتبار أن أنا محامي لا هذا أمر لا شك أنه من النتائج الإيجابية لتنقية جداو النقابة المحامين أن عضوية النقابة أصبحت قاصرة على الذين يمارسون المهنة ومن سما أصبحت الحماية هنا واجبة والحماية هنا لها محل والحماية هنا قاصرة على من تلزمهم هذه الحماية باعتبارها من مقتضيات المهنة لذلك إذا أردنا أن نقول أن هناك بشريات تستحق أن نتطلع إلى الغد صحيح المشروع القانوني الموجود حاليا يتضمن مساحة أوسع من الحماية المحامي ومفهوم أوسع لفهم طبيعة هذا العمل ومقتضيات المهنة وهو ليس كل الأمل بل هو بعض منه من تطلع إلى المزيد كلما ارتقى أداء المحامين وبطاقة عضويةهم أصبحت قاصرة عليهم وأداءهم المهنة أصبحت هو الذي يستلزم الحماية كلما أمكن أن يكون تحصين المحامي وحمايته القانونية أمر أكثر تأكيدا وأكثر وضوحا